عزر بصراحة المواقع وعزر الصحف خلال الفترة الحالية لأن احنا بنمر بفترة ما فيهاش أخبار ما فيهاش متشاط ما فيهاش جديد فالكل بيحاول يكتهد فده اجتهاد من ضمن الاجتهادات يعني مش اجتهاد كمان يعني يعني مش عايزة قول باملة خبر أو بعمل عنوان يعني عامل ايه شغلي لازم فأنا ما عنديش أخبار كتيرة جدا دلوقتي ولازم أكتب أخبار عن الأهلي وما فيش أي منافسات أو أي حاجة فهيحب بقى كده أجيب إيه مثلا لعيد جيدة لفترة فاتت فطبيعي الولد ده بيتقلق حيجيله عروض فلما حيجيله عروض فأكيد هو نفسه يروح أوروبا مثلا ده كل ده استنتاج يعني يعني يتخيلي ممكن يكون أي حد بيكتب خبر وهم معذورين في الحقيقة وكل الاحترامة تبجيليهم يعني بس دايما عايزة أكتب أخبار فأجيلا طبيعي أنه هو بيتقلق فرش بها حيجيله عروض من بره فهو حيبقى كده عايزة يروح يلعب فأوروبا كخطوة جديدة بالنسباله فبالتالي حيطلق بالرحيل كلام ده حصلش يا جماعة خلص لا جاي طلب الرحيل ولا أي حاجة من كلام من ده لكن الفترة دي طبيعي أنه حيلاقي أخبار شبه دي يعني زي الخبر اللي بعده من فيتو الأهل ينتظر قرار فيلر لحسم التعاقد مع دونج نفس الخبر اللي كان موجود في صحيفة من الصحف يعني نفس الكلام مش عيده على حضراتكو حيتلاقوا ابتهدات كتير دلوقتي يتقرر مع نهاية الموسم يعني وان سوري وبيحاولوا يشدوا القارئ بالعنوان بتاع الخبر يعني موافقة فيلر الأهل في طريقه لضم الجناح الهداف في السيف تقول مين بقى هنجيب لأ هم أصدوم على أن الأهل حيستعيد محمد شريف لاعب بإمبي المعار من النادي الأهل هو لاعب النادي أهل من في البدل ضم دي مثلا كان لك استعادة الجناح الهداف هو هداف بصراحة الرجل ماشي بشكل كويس مع إمبي جايب أهداف كتير ومتقلق معه من بداية الموسم بصراحة فيه أعجاب بمحمد شريف فيه قناعة بإمكانياته يعني بالمناسبة من قبل الجازل الفني لكن هنشوف برضو اللي هيحصل من نهاية الموسم لأن يا جماعة بيبقى والله فيه متغيرات وقاديكوا بتشوفوا حاجات كتير جدا بيتم الإعلان عنها مش بشكل رسمي لكن الناس خلاص بتقولك إحنا جبنا كذا الأهل خلاص معنا لو تفتكروا مثلا في الصف اللي فات الكل قال لك خلاص الأهل جاب علي جبر ورسمي علي جبر جبر الأهل ما كانت شعلنا حاجة في الآخر علي جبر موجود في بيرمت ليه؟ لأنه بيجب فيه أمور تفوضية ممكن تنجح ممكن ما تنجحش ده اللي حيحصل على مدار الفترة اللي جايك وبيحصل في كل الفترات بالمناسبة ممكن تكون عندك معلومة وأكيد أن الأهل بيفاوض لعيب معين بس مش شرط أنه خلاص هو ده اللي حيجي الكصة بتبقى إيه كلها في موضوع المفاوضات في التوقيت المناسب للتفاوض أصلا يعني بتشوف المستجدات اللي عندك هل ممكن إصابة لقدرها تبقى كبيرة عند اللعيب من اللعيبة اللي عندك فبالتالي تلجأ أني تتعاقد مع لعب آخر يدوي في ليك يعوض اللعيب اللي تصد اللعيب حيحترف أو هيروح حتة تانية فأنت عايز تعوضه بلعيب آخر في نفس المركز كلها بتبقى حسابات الواقع أو الأكيد من البقاش دلوقتي خالص بيبقى مع نهاية الموسيوم مبتدأ برضو نفس الكلام حقيقي التفاوض الأهلي مع أحمد الشنوي أكيد أحمد الشنوي بالمناسبة يعني لما تيجي كده تفكر لو الأهلي حيجيب حارس مرمى هتفكر في أحمد الشنوي أبرز الحراس يعني حارس مهوب وكلام منت أنت بداهيا كده هتقول أه أكيد الأهلي هتفكر في أحمد الشنوي لكن هل في تفاوض رسم حصل؟ لا لحد دلوقتي في تفاوض خالص حصل بخصوص مع أحمد الشنوي حارس مرمى ترمتز لا الأهلي كلم ترمتز ولا الأهلي كلم اللعب ولا أي كلام كل اجتهدات عشان كلنا عارفين خاصة نشيف إكرامي آخر موسم لي مع النادي الأهلي فأنت ممكن تفكر أن أنت الدعم في المركز ده الشروق والكلام على أزار وتقارير سعودية بتتكلم عن أن الاتفاق يخاطب الأهلي لضم أزار وبصفة نهائية الناس معجبين هناك بأزار بالمناسبة واللعب لعب سبع مطشط جاب ثلاث أربع أهداف فماشي بشكل كويس وهو مهاجم جامد أزار وما كانش موفق خالص مع النادي الأهلي لكن حيتم دراسة لو فيه عرض رسمي يجي من الاتفاق السعودية حيتم دراسة الموقف مصلحة الفريق إيه أولا قرار المدير الفني حيكون إيه وبالتالي حتشوف هتوافق أنه يروح ولا حتستقر على عودته فده حيكون قرار نهائي المدير الفني وحيبقى فيه تشاور معالجات التخطيط للكرة زي ما احنا متعودين دايما من النادي الأهلي دي أخبار الأهلي في المواقع لسه في بعض الأخبار المحلية والعالمية نشوفها يا اللهي